أطلقت مصر عدة رسائل خلال قمة قاهرة للسلام التي احتضنتها العاصمة الإدارية الجديدة وأكدت خلالها ضرورة وقف التصعيد في قطاع غزة ورفض تصفية قضية الفلسطينية كما عكست القمة الدولية موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جاء معبرا عن إرادة الشعب المصري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته لحل القضية رسائل عدة أطلقتها مصر خلال قمة القاهرة للسلام التي احتضنتها العاصمة الإدارية الجديدة حيث أكدت مصر ضرورة وقف التصعيد في قطاع غزة ورفض الانتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ورفض تصفية القضية الفلسطينية من خلال مخاطط التهجير القصري للفلسطينيين إلى غزة قمة أثبتت قدرة مصر عبر قيادتها وديبلوماسيتها في حشد قادة وزعماء الدول للبحث عن حلول للأزمة الراهنة ما يؤكد موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية القمة الدولية عكست موقف الرئيس السيسي الذي جاء معبرا عن إرادة الشعب المصري بكل أطيافه المؤكدة على حقوق الشعب الفلسطيني ووضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته بأنه لا حل للقضية الفلسطينية وصولا إلى السلام إلا عن طريق حل الدولتين اليوم تقول لكم مصر بكلمات ناصحة أمينة إن حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى بل إن حلها الوحيد هو العدل بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان في دولة مستقلة على أرضهم مثلهم مثل باقي شعوب الأرض قمة القاهرة كانت كذلك بمثابته تأكيد على إجهاض مخطط التهجير القصري للفلسطينيين إلى سيناء بشكل حاسم وصارم لمنع تصفية القضية الفلسطينية إن العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير وقد أكدت مصر وتجدد التجديد على الرفض التام للتهجير القصري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء إذ أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة وإهداراً لكفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع الأحرار في العالم على مدار 75 عاماً هي عمر القضية الفلسطينية كلمة الرئيس السيسي خلال قمة القاهرة جاءت جامعة وشاملة ووضعت العالم أمام مسؤولياته في أهمية مواجهة الانتهكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني وهكذا عكست قمة القاهرة للسلام الدورة البارزة والمؤثر الذي تقوم به مصر في المنطقة من أجل إرساء التوازن وتهدئة الأوضاع فضلاً عن أنها تؤكد قوة الدبلوماسية المصرية ودورها الريادي في الساحة الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر